الخلاصة التي توصلنا إليها في تحليلاتنا السابقة عن مختار بالمختار بأنه لم يعد له أي تأثير في عالم الجماعات المتطرفة هذا الأمر تعززه عدة فرضيات يستعرضها الزميل جمال العرب تكرر الإعلان عن قتل مختار بالمختار في مناسبة عديدة ومحطات مختلفة ففي يونيو العام 2015 أعلن عن قتل مختار بالمختار خلال هجوم أمريكي في ليبيا وبتاريخ 28 من نوفمبر 2016 أعلن مسؤول أمريكي أن ضربة جوية نفذت في شهر نوفمبر بدعم من الاستخبارات الأمريكية أدت إلى مقتل بالمختار وهو الخبر الذي تريثت السلطات الجزائرية حتى الآن في الإعلان عنه لغياب أدلة دامغة تثبته خصوصا وأن الحكومة الجزائرية هي الوحيدة المخولة بتأكيد قتله لامتلاكها الحمض النووي لعائلته ما يمكنها من تأكيد الخبر أو نفيه إلا أن الفيديو الذي تم تداوله مؤخرا والذي يظهر فيه حسن الأنصاري بدلا من بالمختار في عملية الدمج الأخيرة أعاد إلى الواجهة عدة فرضيات متداولة في الجزائر ولعل أبرزها أن بالمختار فعلا قتل ولم يتم الإفساح عن تفاصيل قتله أو أنه مصاب إصابة بالغة منعته من الظهور في إعلان الاندماج خبراء أمنيون استطلعنا آراءهم جزموا أن بالمختار فقد أي تأثير له في ساحة الجماعات الجهادية إما لإصابته أو لتحوله إلى ساحة قتال أخرى ليحاول أن يستجمع قواه وهنا تبرز إشارة بعض من استطلعنا آراءهم إلى أن بالمختار منشغل بجمع الدعم من جهة في ظل انهيار داعش ومحاول إعادة ترتيب البيت مع أنصره في ليبيا ومن جهة أخرى أيضا يعمل على محاولة السيطرة على حقول النفط لما له من خبرة في الهجوم على المشآت النفطية واستغلالها كمورد رئيسي لتمويل العملية الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء بغض النظر عن كل هذه الفرضيات فإن واقعا واحدا يكتنف المشهد هو أن بالمختار غائب عن الساحة وبتأكيد غيابه له أثر كبير في دعمه ومسانده